اهلا فيكم حبايبي برج الجدي في اليوم رح نشوف شو هي توقعاتك العاطفية القراءة مثل دائما رح تكون للبرج الشمسي والقمري والطالع وايضا تقبل العكس يعني اذا انت عم تتابع لبرج الجدي ممكن تحس انه بعض الاشياء اللي بحكي فيها تكون طاقتها مشابهة لطاقتك او قريبة من طاقتك طبعا القراءة عامة يعني مش رح تنطبق على الجميع ولكن ممكن يكون في في الفيديو اشي رسالة او اشي معين مسيج معين انت تحس انك ممكن تنربط فيه او بتحس انه بيوجه طاقتك صح فانت خد من الفيديو فقط اللي بتشوفه مناسب لإلك وترك الباقي رح نشوف طاقتك طاقت الشريك وبعدين خطواتكم في المستقبل شو ما صير العلاقة او شو ممكن يصير بينكم في المستقبل اوكي رح نبرل ليش بطاقتك انت يا برج الجدي ورح نشوف طاقتك الحالية وشو اللي بتحس فيه عم تمر فيه بالوقت في الحالي برج الجدي عم تحس انك مربوط باشي معين مربوط بشخص معين مربوط بطاقة معينة طاقة انت مش مرتاح لالها او يعني مش مش ايجابية انت عم تحس انك مربوط باشي معين ممكن المشاكل اللي بينك وبين هالشخص او النزاعات والخلافات اللي عم تمر فيها انت وهالشخص ممكن يكون سببها مادي ممكن من الناحية المادية فيه طرف منكم او انت عم تركز اكتر على الناحية المادية من هالشخص وممكن يكون سبب لك نوع من الجدالات والخلافات مع هالشخص لانه فيه شخص رافض عرض حب من نوع ما وممكن يكون انت اللي رافض ايضا عرض الحب من هالشخص فيه عندك بداية جديدة بالعاطفة عم تمر فيها وفيه عندك شخص جديد بحياتك حاليا ولكن عم شوفك انت رافض عرض معين منه او رافض لبعض منكم اذا مش عم تحكوا مع بعض ممكن تكون رافض الصلح بينك وبين هالشخص فيه من الناحية العاطفية برج الجديد او طاقتك كتير مسكرة او يعني مش منغلق منغلق على نفسك طيب بنا نشوف طاقة الشريك او شو اللي ممكن عم يمر فيه حاليا الشريك الشريك بيحس انه مقيد من الناحية العاطفية عم يمر بتغيرات صعبة الحبيب او الشريك تغيرات باساسات حياته ممكن يكون باساسات عائلته ممكن يكون ايضا في مكان المعيشة عم يمر بتغيرات كتير جذرية ايضا هالشخص متحفض على مشاعره وممكن يكون ايضا متحفض من الناحية المادية للبعض منكم البعض منكم ممكن يكون فقط التحفض من يعني من الناحية العاطفية هالشخص في كتير اشي بيحس فيها مش عم يحكي فيها عم شوفه كتير منغلق وكتير منطوي على حاله وبيفضل كتمان مشاعره وبيفضل ما يعبر عن جميع جوانب حياته او عن جميع ما بيحس فيها الشخص بيشوفه ايضا شخص ممكن تكون طاقته نارية ممكن يكون برج ناري لانه مندفع بخطواته بيحب دائما يتقدم الى الامام ممكن يكون هالشخص ايضا شوي متهور انت بتشوف ايضا ان هالشخص بيخبي كتير دامون كارد هالكرت بيحكي عن الجانب الاخر للحقائق فممكن هالشخص عم يخبي او هو عم يكون متحفظ باشي معينة ممكن للبعض منكم برج جدي ممكن يكون هالشخص متحفظ على انه يحكي معك او يصار حق على وضعه المادي عم شوفه ايضا مركز على روحانياته ممكن ايضا عم بتعامل مع برج العذراء لانه هالكرت بتبع برج العذراء فعم شوفه هالشخص عم يمشي في طريق لوحدون لانه عم شوفه ايضا عم يبحث عن اشي بالظلمة او عم يبحث عن اشي في الظلام ممكن عم يحاول يكشف سر ايضا ممكن يكون عم يراقبك هالشخص من بعيد او عم يحاول يكتشف حقيقة عنك ممكن يكون عم يراقب سوشال ميديا تبعك لحتى يعرف اشي معين عم يبحث عنه اللي رح يكون بالنسبة له بمثابة تنوير او بمثابة انه اكتشف سر من نوعين ما او اشي مثل هيك طيب ممكن يكون هون الواحدة من الاسباب او من الخلافات اللي صارت بينكم ممكن تفهم هون شو ممكن يكون الاسباب اللي مرت بينكم اللي ادت الى خلل بالعلاقة او الى عدم التفاهم بالعلاقة في طرف منكم او ممكن انتو الطرفين في عندكم صعوبة بالالتزام او بالارتباط بتحبوا الوايلد او بتحب انك تكون فري بتحبوا انتو الاثنين انكم تكونوا فري ومتحررين ما بتحب انك ما بتحبوا انكم تنربطوا باشي معين للبعض منكم ممكن تحسوا انه العلاقة شوية صارت كتير فيها تحكم او صار كتير فيها البعض منكم يعني انتو الطرفين مش مستعدين الى انكم تاخد خطوة للامام او تطور العلاقة بينكم اكتر ايضا عم شوف بينكم كتير خلافات كتير جدالات كتير في منافسة منافسة وكأنه يعني انتو هو بدك تشوف او بدكم انت او هو اللي تكون كلمتكم هي اللي مسيطرة او انت اللي تكون متحكم بازمام الامور فواحدة من الاسباب المشاكل بينكم انه انتو الاثنين بتحبوا انكم تكونوا سيطرين على الامور وفي عندكم نظرة حادة باكتخاذ القرارات بالعلاقة يعني اذا صار في اي اذا صار في بينكم اي اشي مش عم يمشي بالطريقة اللي انت بدك ياها او مش عم يمشي بالطريقة اللي هو بده اياها بيصير في مثل الججمنت مثل الحكم قاسي بينكم ما في مرونة ما عم شوف في مرونة بينكم ايضا عم شوف انه بالفعل لما تمر العلاقة بينكم بمطرح صعب او لما يكون فيها شدة عم شوف اغلبكم كأنه بيختار يبعد انت وهو بتختاروا انه تبعدوا او تنفصلوا عن بعض او حتى تتجنبوا يعني وجع الرأس مثلا للبعض منكم لانه عم شوف العلاقة بينكم ماشي بيستركتر معين او طريق معين نظام معين والنظام اللي الغالبية منكم رح يكون تقليدي لانه هاش شخص شخص تقليدي وايضا الطاقة بينكم بطيئة يعني عم شوف الاغلبية منكم معينكم بعلاقة ولكن في حدود بينك وبين هالشخص في دائما بعد في دائما ديستنز يعني معينكم مع بعض ولكن مش عم شوفكم كتير مع بعض دائما في مساحة بينكم لانه نظرتكم الى العلاقة كتير تقليدية ممكن ايضا البعض منكم في طرف بالعلاقة بيشوف انه ما بده يستثمر او ما بده يحض مجهود الا لو كان مثلا فيها ارتباط والتزام على المدى البعيد يعني مثلا خطوبة او زواج اشي رسمي لانه هاي ورقة الزواج او ارتباط رسمي يعني فممكن في طرف منكم بيشوف انه ما بده يحط جميع ما عنده في العلاقة وهو مش شايف يعني اي نهاية في العلاقة هاي او النهاية بينكم غير واضحة كتير نشوف خطواتك في المستقبل يا برج الجدي في المستقبل عم شوفك لسه عم تفكي لسه في عندك مشاعر بالحزن من الناحية العاطفية لسه متأثر للبعض منكم متأثرين بالبعد عنها الحبيب او عنها الشريك ولكن عم شوفك بدك تحاول انه تشافي حالك من الناحية العاطفية لانه عندك temperance card فانت عم شوفك رح تهتم اكتر بوضعك العقلي بوضعك الروحاني وبوضعك العاطفي ايضا عم شوف في شخص بحياتك ممكن تكون قابلته او ممكن رح تقابله رح تحس بالرضى النفسي معه من الناحية العاطفية رح تكون مقتنع بانه هو الشخص الافضل للك ممكن يكون نفس هالشخص او ممكن يكون شخص جديد شخص اخر بحياتك بيختلف من شخص الى اخر ولكن عم شوف انه انت في شخص بحياتك رح تفتح له قلبك ايضا رح تنحط بمطرح يا برج الجدي لانه عندك two of ones و two of swords فرح تنحط بمطرح انه بدك تختار بين شيئين او بدك تختار بين شخصين رح تمر بفترة من التناقض فترة من التردد فترة من التشويش بالمستقبل لانه رح يكون في عندك اختيارين ممكن رح يكون عندك هالشخص تختار بينه وبين شخص جديد او بيختلف يعني من شخص الى اخر عم نشوف ايضا من الناحية المادية وضعك رح يكون افضل بالمستقبل او الشخص اللي الشخص اللي عم نحكي عنه هون رح يساعدك في انه وضعك المادية يزدهر اكتر ممكن يكون في تعاون ايضا من الناحية المادية ولكن رح توصل الى مرحلة من الاكتمال يعني completion او اكتمال منه عندنا طيب نشوف ضاقة الحبيب في المستقبل او ضاقة الشريك عم نشوفه مركز اكتر على جسدياته على الشخص ممكن هو في عنده مهنة تطلب مجهود جسدي او ممكن هو فقط عم يركز على التغيير جسده بمعنى انه يتمرن عم نشوفه عم يحاول يكون راضي اكتر على مظهره الخارجي او بالمستقبل رح يركز اكتر على كيف انه يحسن من مظهره الخارجي لانه عم نشوف انه في عنده شوي مخاوف او شوي عدم ثقة بكيف هو مظهره من الخارج هالشخص ايضا عم شوفه عم شوف في عنده عروض حب رح تقدم لإله هالشخص و في هالشخص رح يمر بمرحلة بالمستقبل رح يتقدم لإله كتير عروض حب ولكن عم شوف انه هو طريقة تحليله وطريقة تفكيره للامور وطريقة حكمه للامور او حتى الاشخاص اللي رح يقابلهم رح تكون منطقية او رح تكون متوازنة مش عم تشوفه يعني بينجرف باشي اكتر من اشي معين ايضا طاقته رح تكون بطيئة في المستقبل لانه هو في وضع الوبزرفيشن او في وضع المراقبة يعني جميع الاشياء اللي رح تصير بحياته بالمستقبل هو عم يراقبها من بعيد او عم يحاول يفهمها عم شوف انه هو من الناحية العاطفية راضي او رح يكون راضي ولكن في عنده هالشخص هالشخص ممكن يكون متقلب المزاج شوي لانه الكروت اللي طلعت هون يعني واحدة بها السعيد واحدة بها السعيد يعني مش كتير متوافقين مع بعض فممكن هالشخص يكون طبيعته متقلب كتير او يتغير مزاجه كتير لانه مرة بيكون في وضع راضي عاطفيا ومرة بيمر بمراحل تشويش ومش متأكد من اخذ القرار ومتناقض ايضا ممكن يكون عم يمر بهالمرحلة مش لانه متناقض ممكن يكون لانه ما وصل الى الكونكلوجين او ما وصل الى الحل او الاستنتاج اللي هو بده اياه او الجواب اللي هو عم يبحث عنه اوكي فبدنا نشوف تعقدكم في المستقبل شو رح يصير بينكم في المستقبل في عندكم سايكلز يعني في عندكم تغيرات رح تصير بالمستقبل لانه السايكلز يعني مثل العجلة رح تضل الدور 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 فمرات رح يكون الوضع بينكم منيح مرات رح يكون الوضع بينكم مش كتير منيح فانت وهو بدكم تتعودوا على انه طبيعة كل علاقة هيك طبيعة الحياة يعني بالمجمل هيك انه هي تتحرك دائما مش دائما تضل على نفس الرذم او نفس الخط او نفس الفريكونسي في عندكم اكتمالات كتير يعني عندك سايكلز في عندكم عشرات عم تتكرر كتير بالقراءة عشرات هي بتحكي عن او عن اكتمال من اشي معين فامشوف انه في عندكم اكتمال دورات كتير او ممكن يكون هالشخص اللي عم تتعامل معه والسولميت او في عندكم دروس كتير لازم تتعلموها من بعض عمشوف انتو الاثنين عم تشتاقوا لبعض كتير في حنية بينكم كتير لانه عندك سيكسوف كوبس يعني بتحكي عن شخص عم يتذكر الماضي في عنده حنين الى شخص بالماضي فبما انه هالطاقة مشتركة انتو الاثنين عم تحنوا لوضعكم بالماضي عم شوف في عندك the world و death card فهال ثلاثة اربعة بهالست فقط اربعة وراق بتحكي عن تغيرات جذرية اكتمال كارما بينك وبينها الشخص تصفية حسابات او دروس لازم تتعلمها بالحياة مع هالشخص فانتو هو مع بعض يعني انتو هو بعلاقة مع بعض من اجل انه تتعلموا دروس من بعض لانه هون تغيرات جذرية بشخصيتك وبشخصيته ايضا يعني هالشخص او انتو مع بعض عم شوف لانه هون في عندك بالماضي او مش بالماضي للطاقة الحالية حكيت لك انه الوضع او ال structure بينكم تقليدي كتير ولكن هون ما عم شوف اي اشي تقليدي عم شوف مرونة كتير فبالغالبية انتو هالشخص ممكن تكونوا كتير مختلفين عن بعض بنمط الحياة بالشخصية بما هو مقبول وما هو مش مقبول بالنسبة للك او بالنسبة لاله وعم شوف انه في عندك مرونة اكتر انك تتقبل هالشخص وتتقبل طبيعته وهو ايضا والعكس صحيح انه هو بيتقبل ايضا طبيعة شخصيتك وطبيعة العلاقة فعم شوف مرونة اكتر تفهم اكتر للوضع لانه بالمستقبل انته وهو رح تساعدوا بعض انه شوي تنضجوا او رح يصير بينكم الاتنين نضج من الناحية العقلية من الناحية العقلية في فهم اكبر رح يصير بينك وبينها الشخص فبالمستقبل ايضا عم شوف فيه عرض حب بينكم night of cups ففيه البعض منكم المنفصلين فيه رجوع البعض منكم ممكن يكون مش رجوع ولكن فيه نوع من الحديث رح يصير بينكم وفيه نوع من التواصل رح يصير بينكم لانه فيه عندك night of cups وبما انه فيه اشتياق للماضي فبتوقع ايضا رح يصير للاغلبية منكم رجوع مع هالشخص ممكن اللي منفصلين حاليا تكون هاي هي الكارما او هاي هي الدورة السايكلة اللي لازم تمروا فيها لحتى تفهموا اشي معينة بالعلاقة اوكي حباي ببرج الجدي بتمنى القراءة تكون فادتكم وحبيتوها اذا حبيت الفيديو لا تنسى تحطي لايك كومنت شررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر شكرا